تاكسي ايه؟ استنى هنطلب اوبر في السنين الاخيرة انتشرت شركات النقل زي اوبر واللي اثرت بشكل كبير على التاكسي الابيض اللي تراجعت مبيعات بتاعته وارباحه بشكل كبير بل كمان وصل الحال اللي خلى ناس كتير من سواءن التاكسي الابيض يتخلصوا منه بعد لما فقدوا الامل في منافسة التاكسي في السوق طيب والناس اللي لسه مصرين على شغلهم على التاكسي الابيض مصيرهم ايه؟ النقل في مصر الصراحة اتطور بشكل ملحوظ سواء كان نقل عام او خاص بقينا بنحتار من الاوفر او الاسرع او حتى الاريح وانت بقى ومزاجك ووسط التطور ده منظومة التاكسي بقت واقفة محلك سر وده اللي خلى ناس تلجأ لخدمات النقل الانلاين زي اوبر وكريم اللي بيقدمو لك عروض ترويجية وخصومات ورحلات مجانية ودي ميزة تنافسية مش موجودة في التاكسي الابيض الفكرة ان الناس بقت تشتكي بشكل كبير من عربيات التاكسي اللي قدمت وتعريفة الركوب اللي بتزيد كل فترة واللعب في عداد التعريفة لعب ايه ده اوقات مفيش عداد وبيبقى تقدير المشوار كده جدعنة من السواق وانت شطرتك وتفاصل وكمان ان مفيش رقابة على السواقين واي حد يطلع يشتغل على تاكسي وده مش مديك امان زي الشركات التانية وجودة التاكسي اللي ضيعة ولا كمان فكر كده تقول السواق شغل التاكيف انت بتلعب في عداد عمرض التاكسي الابيض بقى بره المنافسة قولا واحدا وده اللي خلى اعداد التاكسي الابيض تقل مؤخرا ويتجه ملاكو للعربيات الملاكي العادية ويشتركوا في شركات النقل دي لانه ما يرتحوا فيها اكتر وكمان بيتعاملوا معاملة الملاكي ولا تلاقي بقى تأمينات ودرايب وترخيص بارقام كبيرة زي اللي بيحصل مع التاكسي الابيض كل المشاكل دي خلت ناس كتير جدا تبعد عن ركوب التاكسي الابيض ويلجأوا لوسائل النقل الجديدة طيب احنا عندنا تقريبا ربعمية الف تاكسي الابيض في مصر ولو بنتكلم في متوسط خمس افراد الاسرة الوحدة دول اتنين مليون فرد وقد يكونوا اكتر علشان في وردية واثنين على التاكسي الواحد فلازم نهتم بيهم اكتر من كده علشان نضمن وجدهم ونضمن استمرار خدمتهم في السوق لان في الاف الاسر ما زالت معتمدة اعتماد كامل على التاكسي الابيض عشان كده فيه مطالبات في البرلمان المصري علشان يكون اتحاد لملاك التاكسي الابيض علشان يراعي مصالحهم ويهتم بمشاكلهم وتبقى جهة رسمية تخاطب الدولة والحكومة وده اصلا مطلب بقاله اكتر من سبع سنين من وقت دخول شركات اتنقل في مصر في 2014 علشان التاكسي ما بقاش قادر ينافس وجود اتحاد لملاك التاكسي هيدي منظومة التاكسي قدرة اكبر علشان يخطبوا الحكومة في مصالحهم اللي منها اننا نعمل تطوير واحلال كامل للمنظومة كاملة ويبقى اجباري ونحول كل التاكسي الابيض لموديلات جديدة بتشتغل بالغاز الطبيعي وكمان نقيم تعرفات النقل كل فترة ويبقى فيه ضوابط اكتر عليها ويبقى فيه ضوابط على سوئين التاكسي علشان نرجع الثقة فيهم تاني عند الناس في الاخر شايفين التاكسي الابيض هيكمل ولا لا؟